هيا ومين هيا ومين لوقتك اللي تستنين هيا ومين هيا ومين مهو على شارك هيا ومين هيا ومين يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة نيسات في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم هي يومي بنتقابل كالعادة كل اتنين وخميس على مدار ساعة ونص على الهواء مباشرة أكيد بسعادنا ومتابعاتكم لينا حياة خلينا نبدأ النهاردة فقراتنا على طول أول فقرة معانا مهمة لكل زوجين بيحلموا أن هما يكون عندهم طفلين لعليهم حياتهم لكن بنلاقي في الفترة الأخيرة أنه في أزواج كتيرة بيكون عندهم مشكلة في تأخر الإنجاب والحقيقة بنلاقي أنه أغلب هذا التأخر بيرجع أنه بيكون من غير سبب يعني مش عارفين إيه سبب تأخر الإنجاب لكن الحل الأمثل فيه يعني المشكلة دي هو الحقن المجهري يعني إيه حقن مجهري وإزاي نالجأ له ونالجأ له إمتى يعني أسئلة كتير بتكون في أذهان الزوج والزوجة اللي ونفسهم أن هما يكون عندهم طفل نعمل إيه أو الحقن المجهري ده نالجأ لي إمتى هنجاوب على كل أسئلتكم النهاردة من خلال دفنا اللي منورنا ومشرفنا في الستوديو النهاردة دكتور هاني فوزي استشاري أمراض النساء والولادة واستشاري المناظير والحقن المجهري برحب بيك يا دكتور هاني يوم نورنا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك معينا وبفكر حضراتكم مشاهدينا تليفونات العيادة الخاصة بدكتور هاني يكون موجودة على الشاشة للتواصل بشكل مباشر يعني في أي استفسار أنتو حابيني برحب بحضرتك مرة دانية أهلا بحضرتك زي ما قلت الحقن المجهري ده ممكن نسميه الحل الأمثل لعلاق تأخر الإنجاب بس في أزواج كتير مش عارفين يعني إيه حقن مجهري من البداية كده خلينا نعرف الحقن المجهري ده عبارة عنه تمام هو الحملة الطبيعي بيحصل إزاي؟ بيحصل التقال الحيوان المنوي والبويضة داخل الجسم داخل الجسم السيدة الحقن المجهري أو الأطفال الأنابيب هو التقال الحيوان المنوي والبويضة خارج الجسم إزاي؟ احنا في الحقن المجهري أو الأطفال الأنابيب بنعمل تخصيب بنبتدي الأول أن احنا بنختار بروتوكول معين للسيدة وده احنا نتكلم عليه بالتفصيل بعدين احنا بنقول بإجازة اختيار بروتوكول معين للسيدة لغاية ما نوصل لتبويض عدد ومرحلة معينة بأحجام معينة بنعمل حاجة اسمها عملية سحب بويضات ده بيبقى طبعا في المركز المخصص للحقن المجهري بنعمل سحب ببنج كلي مخدر كلي بنسحب البويضات حسنا في طالع عدد البويضات بيتم فحص البويضات درجة جودة البويضات الكواليتي الجودة بتاعت البويضة وبناخد الحمال المنوي وبيتم حقنه خارج جسم السيدة لغاية ما بتكون جنين الجنين ده أو النطفة البويضة الملقحة دي بتخش في حضانات معينة لمدة من 3 ل 5 سيام وبعد كده من خلال 3 ل 5 سيام بنحدد يوم في الفترة دي وبتختلف برضو كل ليه 3 وليه 5 ومين اللي تبقى 3 وليه 5 كل حاجة ليها شروط وبناخد الجنين البويضة المقاحة اللي هي بتاعت تنقسم وبتاعت تبقى جنين وبنحطها جوه رحم السيدة فهو ده الفرق بين ان احنا حامل عادي جوه الجسم وحامل الحقن أو الأطفال الأنبيب بيتم خارج جسم التلقيح وبندخل الجنين جوه رحم السيدة طيب الناس كتير يا دكتور أو يعني أزواج كتير بيكونوا مش عارفين يلجأوا إمتى للحقن المجهري يعني أنا عبدا على فترة جوازي يعني فترة كبيرة وما كانش في حامل بتديت أروح لدكاترة وما فيه سبب يعني فيه سبب ظاهر أنه أنا ما أحملش أو أنه جوزي يعني ما يبقاش فيه حامل ما بيننا فطيب إمتى ألجأ أننا روح أعمل حقن مجهري الحقن المجهري دي خطوة أخيرة بعد ما يكون استنفذنا كل الطرق أنه ما حصلش حامل بطريقة معانا لكن هي النصيحة اللي أنا أقدمها للسيدة أنك أنت لو سنك كبير ما تستنيش لما تجربي سنة واثنين وثلاثة يعني أنا لو سيدة عندي عمرها 35 سنة متزوجة أنا دايما أفضل نسب سواء لحمل السيدة الطبيعي أو هنساعدها بأي طريقة بالتلقاح الصناعي بالأطوال النبي بالحام المجهري دايما تحت سن 35 هبتدي من 35 إلى 40 النسبة بتقل فوق الـ 40 النسبة بتقل كتير قوي يعني دي أول نصيحة أولا أنه لأول سنها يعني فوق الـ 35 لا مش هستنى وضيع وقت وأفضل أعمل آه هاخد همشي السيكونس العادي همشي هي الخطوات السيبس العادية الطبيعية لكن ما ضيعش سنة واثنين لأن أنا بشوف الناس بضيع خمس وست وسبعة وثمان سنين و جاية يعني للأسف ضيعت عمر العمر ده أنت البيضات عندك قلت إن في حاجة عندنا سمع مغزون البيضات المغزون عندي قل جودة البيضات عندك قلت الخمس ست سنين اللي ضع دول أنت ضيعتي من المراس اللي أنت عندك لأن مغزون البيضات بتتولد به كل فتاة عندها عدد معين من البيضات ده مراس أو مغزون متناقص كل شهر بيتناقص فلما بتضيع سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة من عمرك وأحيانا للأسف كمان بنلاقي إن هي ضيعت كم ده ومش ماشية مش ماشية صح يعني تجينا حالات بعد خمس وست سنين وبتتابع وبتروح وتيجي عندها كثرة وللأسف مش ما مشيتش الخطوات العلمية صحيحة ومن جرد ما نبتدي ببتدي معاها ومن غير حقن مجهري ببتدي معاها شهر اتنين بلايها حملت في ناس من أول شهر ليه؟ خطوات العلمية دي هي ايه دكتور برضو عشان نبقى فاهمين كويس الخطوات العلمية دي دي اللي احنا نقولها اللي هتخليكي لما تعمل حقن مجهري أو السيدة هتعمل حقن مجهري هعللها نسبة الحقن وخليها لما تتابع معايا في العيادة وهي بتتابع معايا هخلي احتمالات الحمل أعلى من هي ماشية طبيعية أو هي اللي عملته فيما قبل ذلك بس بالحقن المجهري يعني ده يحصل بالحقن المجهري مش ان هي تحمل من غير حقن مجهري ولا ده ممكن يحصل لا ممكن يحصل ممكن يحصل يعني ممكن يحصل حمل طبيعي وبعد ما كان بقى لها خمس ورده آه يعني عندي حالة لسه قريب خمس سنين ما حملتش آه ومن أول شهر حملت جلس ان هي عرفت عندها ايه لان هي في حاجات غيبة عنها في حاجات ما ملاحظواش ده كثرة في نقط كده ما هنقول لحظك حاجة برضه ان مش كل دكتور نيسا هو دكتور تأخر إنجاب أو هو دكتور حقن مجهري يعني أنا يعني أنا بس السيدة بتروح للدكتور عارف ان ده دكتور نيسا فبتروح له هي نيسا وتروح له لو هي آخرت إنجاب وتروح له في الحقن فمش ده مش صح ده مش صح مش كل دكتور نيسا هو دكتور تأخر إنجاب مش كل دكتور نيسا هو دكتور بيعمل حقن مجهري كوي لأن أنا في الحقن مجهري ده عندي بروتوكولات كتيرة أحيانا في بعض الأطباء بتستخدم بروتوكول واحد لكل الحالات ما أنا برضه أنا أزود نيسا بنجاح الحقن مجهري أختار بروتوكول مناسب للسيدة يتناسب معه الدكتور في الفترة دي في الوقت ده عامل زي التارزي أنا بفصل لحضرتك السيوت المناسب ليكي بسنك بحجمك بتفاصيلك لأن الحقن مجهري ده عشان أفصل بروتوكول لازم أفصله صح فصلته صح أنا بزود نيسا بالحقن مجهري أحيانا تيجيني حالة عامل حقن مجهري وفشل معها وبيحصل مرتين وثلاثة لأنها ما اخترتش البرتوكول المناسب للحالة بتاعتها فبالتالي نسب نجاحها قليلة جلسنا نحن نختار البرتوكول المناسب بالطريقة المناسبة بتزيد أو نسب الحقن مجهري بتزيد على حد عدد البويضات يعني تبقى عملت حقن مرة واثنين تقول ليه طلعت بويضة واثنين نيجي نعمل نطلع ستة وسبعة وعشرة ليه اخترنا البرتوكول المناسب اللي هيخليها تستفيد أقصى استفادة من اللي احنا بنعمله تستفيد أقصى استفادة من الكست ان التكلفة اللي هي بتتفحها المواضيع دي برضو بالنسبة للوضع الاقتصادي مكلفة فأنا ما بخليش الست تعمل حاجة إلا لما تبقى يعني التكلفة اللي بتتفحها يعني أنا ببقى يعني يعني مع الطب فيه برضو يعني مشاعر إنسانية فيه احساس بالناس حتى واحدة بتعمل حقن مجري لازم أقول لها انتي وضعك كذا ونسبة نجاح الحقن بتاعك كذا تكلفة بتاعتك هتبقى في حدود كذا هل انتي النسبة دي او فيه ناس مثلا نسبة عندها ولايلة مفيش حاجة 100% يعني في الحقن مجري نسبة النجاح معنا من 60 إلى 70% مفيش حاجة 100% طيب فيه واحدة بتبقى 20 واحدة بتبقى 30 واحدة بتبقى 40 واحدة بتبقى 50 فأنا لازم قبل معمل لها بفهمها عشان تبقى عارفة اللي هي بتعمله بفهمها انتي الحقن المجري بتاعك نسبة نجاحه سي انتي عارفة التكلفة بتاعت الموضوع ده هتساوي سين هل انتي النسبة دي انتي ستفايد انتي هتبقى اوكي مرتاحة كنت هتدفع التكلفة دي وصادي النسبة دي اوكي بنبتدي او ونختار البرتوكول المناسب ونحاول نمشي بالطرق العلمية واحدث ما وصل اليه الطب واحدث الابحاث واحدث كل حاجة بالنسبة لنا وتقنيات عالية واماكن بتشغل بطريقة بكواليتي عالية وبجودة عالية بحيث اوصلها لأعلى نسبة واحيانا اديها النسبة يعني لو انا من 30 الاربعين او لا انت 30 اربعين عشان بعد كده هي تبقى حسي 30 الاربعين في المية لما ربنا بكريمة وبعد كده ربنا بديها بتبقى تبقى الفرحة الفرحة اكبر طبعا طبعا فلازم احسسها بين يعني او انا لازم احس بيها قبل ما انا بعمل اجراء طبعا اخد من كلام حضرتك يعني وابرز كده نقطتين لازم كل اللي بيسمعونا دلوقتي يعرفوا انه فيه تخصص لعدم تأخر الانجاب يعني مش دكتور نيسا ولادة او اي دكتور نيسا ولادة ينفع ان احنا نتابع معاه لا لازم يكون فيه تخصص تاني حاجة يعني اخدها من كلام حضرتك مهمة جدا ان احنا ما نستناش وقت طويل ونحس ان احنا بنضيع من عمرنا وزي ما الدكتور قال ان ده بيفرق جدا فيما بعد يعني احنا لازم اول ما نحس ان احنا شوية يعني ممكن ناخد كام شهر كده يا دكتور مثلا مش ستنى لا انا هقول لحضرتك الكتب الطب مش كلامي انا الكتب الطب قالت ان السيدة اللي عندها تأخير انجاب لو عدت ست شهور ست شهور ست شهور بتاخد تنشيط وبتاخد علاج وعندها بويضات والدنيا كويسة ومحصلش حمل لا فيه سبب مش هستنى ستة وستة وستة ودخلنا في تنين وثلاثة واربعة سنين تمام تمام بس لازم اكون في ست شهور دي عندها طبيعي كويس هي ماشية صح الدكتور بمشيها بطريقة علمية لانا بشوف حالات مرة يعني مرات كتيرة اعمل واحدة صنار كانت بتتابع بقالها سنتين وثلاثة عندها كاترة وعندها تكاوس مبايد ومحادش قالها ولما اقول لها بتتفاجئ طب لما قالوا ليش ليه وبقالها سنين ماشية مش بطريقة صح هنرجع تاني لفكرة انت خاصص ان احنا نروح لدكتور تأخر انجاب عشان الموضوع ياخد كده ايه روتين بتاعه احنا ماشيين واحدة واحدة من بعد ستة شهور حاستينا ان احنا مفيش اي تأثير صح او مفيش ان احنا مفيش انجاب لستة شهور الاولانية لأ نبدأ نروح لدكتور تخاصص تأخر انجاب عشان نعرف الاسباب كده ونبدأ نمشي ببروتوكول يعني علاج مناسب لك طيب اكيد كل سيدة دكتور بتسمعنا دلوقتي وفكرت خلاص في الحقن المجهري هي نفسها تدخل تعمل حقن المجهري ان هو ينجح من اول مرة اكيد في عوامل لنجاح الحقن المجهري نعرف من حضرتك طبعا ايه اهم العوامل دي وصي كل شيء بالسالوس ايه يكبر فيه تلات عوامل فيه هو فيه ناس بتقول يعني فيه زي مننا بقوله اربعة بس انا بقول تلاتة لانه هو فيه عامل مشترك وانا بفهم عضل الالحن عشان يتعمل فيه زوج فيه زوجة وفيه دكتور يبقى دول تلات عوامل اول عامل الزوجة تاني عامل الزوج وكل التلاتة في نفس العاملية وثالث عامل الطبيب اللي هو بيعمل الحين المجهري اول حاجة الزوجة تمام زي ما قلنا الزوجة لو انتي او نبتدي فيه تحليل معينة واغلب الستات بتعملها لكن وحتى وهي عاملها للأسف ما تبقاش فهمة او الدكتور بتاحها ما بيفهمهاش او فيه احيانا دكاترة ما بتوصلش يعني انا عندي تحليلين اسمهم واحد FSH و واحد LH اللي FSH وال LH ده اغلب السيدات من ما كانش كلهم جايين في النسب الطبيعية بس انا عندي مشكلة انا عندي فيه نسب بين الهرمونات نفسها يعني ممكن الهرمون ده نسبته طبيعية ولكن فيه تناسب بين الهرمونات نفسها لو التناسب ده مختل حتى لو هي في النسب الطبيعية ده بيأثر معين فهرمون FSH ده كل ما بيعلى كل ما بيقل التبويض بتاع السيدة طيب اعلى حاجة ممكن تخلي هرمون FSH ده يدي تبويض كويس او تبويضها السيداتي بعرفة ان التبويضها ضعي 12 واغلب السيدات اللي عندهم بتأخر حملة او اللي سامعيننا دلوقتي تعرفين انهم عملوا التحليل ده بس هل الدكتور هنقش معها وقال لها انت FSH عندك نسبته كام فانت تبويضك عالي لا تبويضك ضعيف ده رقم واحد اول واحد في التحليل تحليل LH ال LH ده برضو بيأثر على التبويض لو ال LH ده علي عن ال FSH الست دي تبويضها بيبقى ضعيف واحتمال يكون عندها تكايص مبايد وان كان ثبت بعد كده ان التحليل دي مش دليل على تكايص مبايد وممكن تبقى طبيعية ويبقى فيه برضو تكايص مبايد لان كان زمان واحنا في الكلية مثلا 25 او اكتر كنا بندرس ان LH لو اعلم LFSH السيدة دي عندها تكايص مبايد لكن احيانا طلع الكلام ده مش مزبوط واحيانا كل الهرمات طبيعية والصنار بيبين تكايص مبايد لان تكايص مبايد ليه شكل معي ليه دراجات اه ليه دراجات التكايص مبايد يا دكتور ممكن يكون سبب من اسباب لتأخر الانجاب بشكل كبير 70% من تأخر الانجاب بسبب تكايص مبايد وال30% من الفتاة وسيدات عندهم تكايص مبايد حتى لو هم مش عارفين 30% من الفتاة وسيدات عندهم تكايص مبايد وان كان النسبة يعني دي الاحصائيات اللي هي من سنتين كدها لكن النسبة بتعلى بسبب الفاصفود وجنك فود وطريقة الأكل ونظام الحياة فالنسبة عالية قوي مع كمان زيادات الوزن مع سرعة الحياة والأكل اللي خارج البيت وكام ده كله النسبة زادت لكن 70% من حالات تأخر الإنجاب سببها تكيز الموباوين ولما تكيز الموباوين بيتعليك صح بتحمل حتى من غير حقن المكاري وأحيانا بتحتاج منظر وأحيانا بتحتاج حقن ومين اللي بتحتاج منظر أو حقن دي نبقى نعمل لها حلقة لوحدها اللي تحتاج منظر مين ولي تحتاج حقن مين لأنها حلقة بتروح للدكتور ده بيقول لها أنت عايزها منظر وده بيقول لها لا أعملي حقن على طول ده يقول لها لا طب عمليه منظر الأول وبعدين تعملي حقن مين هتعمل حقن ومين تعمل منظر ومين تعمل منظر وبعدين تعمل حقن دي لها حلقة على وحدها ممكن نبقى إن شاء الله نبقى نعملها نبقى نعملها في حلقة من التحليل المهمة أوي والأحيانا برضو إذا كترة لأن تحلول المخزون والبيضات ده هو اللي بيبين لي أنت مخزونك قد إيه لأن الطبيعي أن السيدة أو الفتاة بتتولد بمخزون معين والمخزون ده بيقل كل شهر إذا ما هنسألين طيب عند سن معين بيقل قوي يعني الفتاة بتتولد وهي عندها حوالي 200 ألف الأولى تولد عندها مليون بوايضة على سن 12 سنة بيبقى عندها حوالي 200 ألف بوايضة في سن 35 متين ألف دول بيبقوا 70 ألف بتنزل وده اسمه نزول دراماتيك اللي هو يعني الحاجة بتبقى الدراما كده دي دراما إن بتنزل مرة واحدة كده بنوانح دايما الحمل والأي إجراءات كل ما نبقى قبل 35 كل ما بتبقى الأمور أفضل والنسب أعلى فمخزون البوايضات ده من التحاليل المهم قوي طيب السيدة جات بمخزون ونفرض أنه كان مخزون ضعيف طيب إيه اللي ممكن نعمله عشان نزود لها نسب الحن المجهري إحنا بنقول عايزين نزود لست تعمل الحن يبقى نسبة الحن المجهري عندها عالية تحليل مخزون البوايضات لو أنت تحليلك المخزون عندك ضعيف أول حاجة ما تعمليش حقن مجهري على طول غلط لأن أنا بتجيني حالات عاملة في أكبر المراكز جاست إن هي راحة المركز شافوها يلا خلاص الدورة جات عمل كلام ده مش مزبوط وده اللي بيحصل للأسف اللي بيحصل وده الفرق إنها تعمل رايحة مركز بتاع حقن فمش بيعمل غير الحقن منها رايحة الدكتور بيعمل الحقن يبدأ يشخصها الأول ويعرف حالتها الأول يجهزها للحقن ده النقطة التانية اللي بتفرق بين حالة بيجيني مثلا أنا حالة بتروح مركز هي بتروح مركز ممكن يبتدولها على طول لكن بيجيني لازم أنا بيجهزها للحقن الحالة التانية أنا ماشي معها كل خطوة بخطوة هي بتروح المركز النهاردة الدكتور شافها أو استشاري المركز شافها بكرة راحت فلاقت دكتور تاني وبعده دكتور تاني الحقن ده دي لوحة لوحة بتترسم لازم تترسم صح لكن لما أنا حط النهاردة خط ويجي واحد غير يحط خط حضرت دكري حاله هو مش عارف إيه الحالة من ورق بيقرأ الحالة دي جات غير الحالة اللي هي مع الدكتور وعارفها وكل يوم بيشوفها وعارف حالتها وعارف نظامها إيه ومحضرها غير اللي رايحة كل واحد بيشوفها يوم وتروح اللي بعد وتروح اللي بعد وهكذا تمام فأول حاجة لو المخزون ضعيف ما تعمليش حقنا على طول لازم تستني بنحدد شهرين ثلاثة عدد معين منشور وبتاخد حاجة اسمها جودة البويضة ليه؟ لأنه كل ما المخزون بيقل عندنا عارفة في الطب كل ما المخزون بتاع البويضات بيقل كل ما جودة البويضة بتقل لازم أحسن جودة البويضة لأن لو أنا عملته مخزون ضعيف ويجودة البويضة مش هيحصل حمل وأحياناً يحصل حمل ويبقى الجنين ضعيف وما بيكملش اللي هو الجنين نبضه ما ظهرش اللي هو الجنين ما يكملش اللي هو كيسه ما ظهرش الجنين لأن جودة البويضة ضعيفة فأول حاجة لأ لما تعملي حق لازم الأول نحسن جودة البويضة بتاخد مكاملات غذائية لمدة سي مثلاً ثلاث شهور قبل ما نعمل الحقن ما يجري طيب لو هي زيدة في الوزن شوية لأ لازم تنزل وزنها شوية كل ما يبقى فيه سمنة كل ما بتقلل فرص الحمل طيب هل كل واحدة سمينة مش هتحمل؟ لا بيحمله بس أنا كل ما الوزن بينزل كل ما فرص التبويض بتزيد وكل ما الحقن بتزيد طيب السن نحن ليس أقللين السن مهم أنا ممكن ألاقي واحدة عندها 35 سنة 30 سنة وطبويضها ضعيف واحدة عندها 40 سنة وهم الاثنين نفس نفس التبويض نفس مخزون البيضات الضعيف لكن مين الأحسن؟ كل ما السن يبقى كويس حتى لو مخزون ضعيف نسب النجاح بتعلى تمام اللي سنها حاجة وعشرين ثلاثين اللي سنها فوق الأربعين النسبة بتعلى كل ما السن بالتوتر القلق دي من الحاجات اللي مش حلوة واللي بتأثر بتأثر معنا في النسب النجاح يعني مش كلامي ده دي أبحاث أبحاث قالت أن التوتر والقلق والتفكير بيأثر حتى على الحمل العادي عشان كده زن الحمى والجيران وأنت بالك قديه وحملته محملته والتوتر اللي بتعيش فيه السيدة ده بيأثر عليها بأبحاث علمية بكلام طبي بكلام علمي مش بكلام مش بكلام أنا دي كلام أبحاث طبية يبقى كل اللي حضرتك بتقوله دلوقتي هي عوامل نجاح الحقن المجهري لو التزمنا بكل الحاجات دي إن شاء الله يعني عملية الحقن المجهري تنجح طب احتمالية نجاح الحقن المجهري من أول مرة بتختلف على أي أساس بحنا زي ما قولي حضرتك السن التحليل بتاع الزوجة دي أنا كل ما أنا بيزبط لها التحليل دي وبعرف تحليلها دي وصلة إزاي وأنا بحسن لها التويض وبحسن لها المخزون وبحسن لها هرموناتها الهرمونات دي برضه أنا ممكن أعزبطها هرمون اللبن لو هي هرمون اللبن عندها عالي البويضات بتبقى ضعيفة أنا لو واحدة دخلت تعمل هاني مجهري هرمون اللبن عندها عالي البويضات لو هي بتطلع عشر بوايضات هتطلع ع اثنين ثلاثة والبوايضات تبقى جوضيتها ضعيفة والحمل ممكن ما يكملش طب انا لو ما ازبط لاش هرمون اللبن قبل ما ابتدي لها طنشيط او قبل ما ابتدي لها حق النتيجة هتبقى ليلة ازبط لها هرمون اللبن البوايضات هتبقى كويسة جوضة البوايضات كويسة الجنين كويس احتمالات الحمل هتعلى هرمون الغودة الدرقية من الحاجات المهمة جدا والهرمون الغودة الدرقية الطبيعي بتاعه لغاية خمسة لكن انا عندي لما بعيز اعمل حقن او واحدة بعملها طنشيط عشان البوايضات عندها تبقى كويسة لازم يكون اقل من اثنين ونص لما حبها ابتدي معها حالة لازم اخلي هرمون الغودة الدرقية TSH اقل من اثنين ونص ده يحسن البوايضات طب TSH ده او هرمون الغودة هل يؤثر على التبويد ما يؤثرش على التبويد بس يؤثر عليه لو هو مش مظبوط وهي عملت حقن أو هي حملت هتسقط هتسقط همون الغضة الدرقية بيسقط فدي من الهرمونات المهمة حاجات مهمة وصغيرة وبسيطة بالظبط لازم نهتم بيها ولازم الدكتور يفهم يعني كل ما بيفهم الحالة قدامه هي بتبع عرفة الدنيا أخبار إيه بتبع عرفة الوضع إيه لكن للأسف تجيني حالة أنا بتابع بقليه كم سنة طويض عندك بيوصل كام الدكتور بيقول لي كويس هرموناتك إيه الدكتور قال لي كويس كويس ده نسبي زي واحدة بتطيس الضغط واحدة تكلمني أنا است الضغط قالوا لي واطئة كام لهم قالوا لي كده هي العملية نسبية وأنا الضغط في الحمل غير الضغط المشحامل غير ضغط السن الكبير غير ضغط السن الصغير ففي حاجات كده نسبية الحاجات العامة دي نسبية يبقى لازم يكون عندنا استقافة كده كزوجات عارفين النسب بتاعتنا إيه عندنا مقاييز ولازم احنا نعمل دلوقتي يعني احنا ممكن حالة تكلمنا دلوقتي او مثلا كنت بقى بقى في برامج كتير حالت تكلمني وتقولي عمل لي بروتوكول لا انا مش اصلي ان انا هعالج دلوقتي لكن انا بديكي ثقافة يعني انا عايزين نعمله في برامجنا انا ندي للسيدة ثقافة هي تبع حتى وهي رايحة للدكتور هي مش جاني انا رايحة لأي دكتور هي عارفة رايحة هتعمل ايه وهتناقش معاه في ايه وتبقى هي فاهمة وممكن هي لما الدكتور برضو بيلاقي السيدة فاهمة في ده كاترة كتير مننا الدنيا عندهم زحمة فمع الزحمة الدنيا بتبقى لكن لو أنا عارف السيدة على رايحة عن الدكتور وعارفة هي بتعمل ايه وبتتكلم في ايه وإيه اللي هتعمله الوضع هيختلف جدا بالضبط طب احنا ما نتكلم على الزوجة يا دكتور أكيد الزوج كمان لي عامل مهم جدا في نجاح يعني الحقن المجهري ممكن نقول على أبرز العوامل دي مثلا برضو للزوج هنقوله بسرعة الزوج أهم حاجة اللي هو تحليل السائل المنوي طب لو تحليل السائل المنوي بتاع الزوج ضعيف هل هينفع يحصل الحقن ولا لا أحيانا بنلاقي تحليل السائل المنوي والزوج عنده عشر تلاف وعشرين ومتين ألف وثلاثمائة ألف وضعيف جدا ويفضل يروحي يلف واللي يعمله عملية دوالي واللي يديله علاج ويفضل ليف سنة واثنين وثلاثة والدائرة مفرغة دورة حياة الحيوان المنوي من شهرين لثلاثة الزوج لو هو عنده ضعف بياخد علاج من شهرين لثلاثة ثلاث شهور ثلاث شهور وما حصلش استجابة أو حصل استجابة بسيطة ممكن بكتير نديله كمان ثلاث شهور كمان بقى ستة زيه إيه اللي هي قاعدة الستة شهور زيه زي السيدة برده طيب ما فيش تحسن أو التحسن بسيط ما تضيعش وقت أصلا أنت كده مش هيحصل مش هيحصل حمل خصوصا لو أنت الضعف جامد قوي يعني مثلا مش ضعف بسيط فاحنا بنديله علاج عشان يتحسن لو الضعف جامد فمش هتتحسن بسهولة فابتدي ناقش مع دكتورك وشوف الدنيا أنت هتعمل إيه أو هتعمل إيه طيب لو ما فيش حيونات مانوية خالص ودي النقطة التانية ودي الشغل اللي بيظهر بين دكتور ودكتور واللي عايز يعرف عن كان حالة كده كنا نشرناها برضه وكانت في أحدى قنوات عملنا لها حلقة كانت بإسم أي حد يكتب على اليوتيوب دكتور هاني فوزي حمل بدون حيونات منوية لو ما الناس ما عندهش حيونات منوية طيب اللي ما عندهش حيونات منوية في السائل المنوي ممكن يكون عنده حيونات منوية في الخصية فبناخد حيوان منوية من الخصية إمتى ناخد حيوان منوية الخصية؟ لو ما عندهش حيونات منوية ده رقم واحد رقم اتنين لو إحنا عنده ضعف في الحيوانات المنوية أو حد عمل حقن مجاري قبل كده وفشل طيب بنعمل حاجة اسمها معامل تكسير المادة الوراثية للحيوان المنوي المادة الوراثية في الرأس بتاعت الحيوان المنوي في النواية بتاعت الرأس بتاعت الحيوان المنوي دي لو معامل التكسير ده عالي مش هيحصل حمل فأنا بعمل معامل تكسير المادة الوراثية للحيوان المنوي طيب لو هو ضعيف هياخد علاج برضو ثلاث شهور طيب لو ما تحسنش برضو بناخد العينة من الخصية طيب أنا بيجي أخد عينة من الخصية ساعت ما بلقيش حيوانات منوية زمان كنا نخش على الخصية وراح واخدين جزء كده ناخد نروح بالابرة او بطريقة معينة فناخد قطعة من الخصية ونبتدي بقى نبحثها ونشوف اذا كان فيها حيوانات منوية لا دلوقتي الوضع اختلف احنا ممكن الحال اللي بقول حضرك عليها دي اللي كنا نشرناها كانت كان فيها حوالي اربع حيوانات يعني عدد قليل قوي من الحيوانات المنوية ازاي دلوقتي بالمكروسكوب مكروسكوب جراحي بنبص على الخصية ونشوف والمكروسكوب يقولنا هنا في حيوان منوى هنا في حيوان منوى ونلقته ممكن نلقت كام واحد ما يبقاش في كتير اكيدك بتطور بقى يعني ده في حالة ايجابية كبيرة جدا بس برضو بتختلف من دكتور لدكتور اللي بيعمله اللي بيستخدمه المكان اللي بيتعامل معاه المركز اللي بيتعامل معاه طبعا بتختلف من مكان من مكان لمكان حتى المادة اللي بنيستخدمها في الحق بتستخدم احنا عندنا في الماتيريال بتاعة الحق المجهري والادوات في حاجات باكستاني وفي انجليزي وفي امريكي فطبعا كل ما طبعا الواحد بيستخدم الكواليتي الاعلى الحاجات اللي جودتها اعلى الافضل كل ما بتبقى برضو كل حاجة بتدي نتيجة فبتبقى نتيجة اهلة بس فانا دايما في شغلي بستخدم افضل حالات طب هل معنى كده ان انا غالي ولا حاجة لا بالعكس خالص انا يعني لما بعمل لي حد اسعار اقتصادية وكل والظروفه عنده ظروف معينة بيجي معاه واحيانا ممكن لو حد عنده ظروف ممكن يعني انا ما باخدش اتعاب طب بمناسبة بقى كلامنا عن الاسعار احنا عارفين ان حضرتك عمل لنا اوفر لكل اللي هيجي عن طريق برنامج ايه يومي فتقول لنا ايه هو العرب ان شاء الله هو ان شاء الله فيه تليفون هيظهر ده اللي عياداتي اه هو انا عن ثلاثة عيادات واحدة قدام الكنيسة المعلقة في مصر القديمة واحدة في المعادي وفيه عيادة دي في المستشفى دي مستشفى نيل دي انا مدير المستشفى والمسؤول عنها دي مستشفى نيل في مدان الجيزة اه فانا هعملهم اوفر النهاردة بالنسبة لي وهعملهم اوفر اي عمليات بالنسبة للمستشفى اه اي حد هيجي ويتصب بالرقم ده هنديه هيسيب اسمه ولما يجي يكشف او يجي عمل عملية لأوفرها بالنسبة للعيادات عيادات عيادتي وعيادات المستشفى كلها لأن أنا المدير وهذا رديهم أوفر يعني أحلى من كده يا جماعة 20% خصم على الكشفات يعني كل زوجة وزوج بيتمنوا أن هما يكون عندهم طفل وبيحلموا بطفل يعني تلفونات دكتور هاني موجودة معنا على الشاشة للتواصل بشكل مباشر وطبعاً زي ما قلنا في عروض حلوة قوي قوي هتستفيدوا بيها يعني إحنا بنتكلم في غلاء الأسعار وبنتكلم في الوضع الاقتصادي بقى صعب جداً بس هما بيحلموا بأن هما يكون عندهم طفل وأنا هبقى مع أي حد من أحيان الاقتصادية وأي حد عنده أي ظروف أنا معاه ما فيش أي مشكلة خالص أنا مأسس في المستشفى هناك واحدة مناظير يعني تقريباً أقوى واحدة مناظير في مصر بأحدى السلق الجهزة بأسعار اقتصادية برضو أي حد برضو هحب يعمل مناظير هيجيني هعمل له 20% على الأسعار بنشكرك جداً يا دكتور حقيقي يعني لساعد صدرك وبنشكرك كمان على كل الأوفرز اللي حضرتك قدمتها لكل مشاهدي قناة نيسات وبرنامج هيومي بالأخص أنا بشكرك جداً نورتنا وحقيقي استفدنا جداً بكلام حضرتك ووجود حضرتك نورتنا بشكرك دكتور هاني فوزي استشاري أمراض النساء والولادة واستشاري المناظير والحقن المجهري نورتنا يا دكتور أنا بشكرك حضرتك شكراً جزيلاً وكانت وقت سعيد معك ومع الجمهور زي أقولت لهم أنا تحت أمرهم من أسوان الإسكندرية بيجيني ناس من أسوان ومن أسوان الإسكندرية ومن كل الأبرشيات على أسوان الإسكندرية أنا تحت أمرهم بأي حد من أي مكاني بشكرك جداً دكتور هاني شكراً لحضرتك لعم وشهدينا فاكرتنا انتهت هنروح لفاصل ونرجع مع فاكرتنا التانية هتكون فاكرة مهمة جداً ونتكلم فيها عن فن إتيكيت أو إتيكيت فن الكلام مع أستاذة ساوسان صبري خبيرة فن الإتيكيت وأصول اللي يبقى موضوع مهم جداً خليكم معي اشتركوا في القناة